وده كان شكل بيب جورديولا الشكل اللي كل الناس شافته طبعاً واتكلمت عليه الفترات الأخيرة واتطرح عليه تساؤلات كتيرة جداً إزاي يبقى بيب جورديولا بعد الماتش عامل كده ولما تسأل من الصحفين قال لهم إن أنا حاولت أقزي نفسي وبعدين تاني يوم طلع على الأكاونت بتاعه على السوشيال ميديا كلام قال إن أنا ما كنتش أقصد أي شيء يعني وضح وجهة نظره وده جزء مهم جداً ليه علاقة طبعاً بالتصرحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي قال جورديولا عن جرح وجهه بأصبعي بأظافري أريد أن أؤذي نفسي ثم تراجع جورديولا سريعاً عن إجابته التي تسببت في إطارة الجدل واعتذر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن فهم ما قالوا على إنه استخفاف بمشكلة نفسية خطيرة تتعلق بإزاء النفس هو بعد كده كتب ده تحديداً وكتب فجئت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي وشرحت أنا إن ظفراً حاداً تسبب في ذلك عن طريق الخطأ لم يكن المقصود من إجاباتي بأي حال من الأحوال الاستخفاف بمشكلة إزاء النفس الخطيرة للغاية وبعدين قال لهم لو حد عنده مشكلة يقدر يكلم المختصين وهكذا والناس بدأت تتكلم هو إيه اللي حصل لجورديولا فنياً وإنه هو يبقى ده شكله بعد المباراة هل هو شايف إن الأمر صعب جداً عليه ومش متقبل فكرة إنه بقاله وست ماتشوات ما بيكسبش ففعلاً الراجل في حالة نفسية سيئة جداً وخلي بالك ده يقدر يرجع في ثانية ده يقدر يرجع مباراة واحدة أنا بقول هي مباراة واحدة يقدر يكسبها هترجع الفرقة دي لطبعتها مرة تانية عندها مشاكل فنية هتفضل المشاكل فنية لكن فكرة إن فريق بحجم منشستر سيتي يعود ست ماتشوات ما يكسبش هي كبيرة على الراجل جداً فهو هيتجنن خاصة إنه خلاص كسبان 3-0 والماتش فضله ربع ساعة ويخلص ف14 دقيقة غلطات 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 يخش فيه ثلاث جوان هل في أفضل من ماتش منشستر سيتي وليفر بول عشان السيتي يرجع فيه؟ أكيد جوارديولا قاعد بيحلم بالسيناريو المثالي اللي حصل حصل لكن لو رجعت في ماتش ليفر بول ما فيش أحسن من دي راجعة لأنه هيقرب النقط بينه بالليفر بول وحيبقى رجع من الباب الكبير زي ما بيقوله بالمناسبة أرني سلوت قال كده في المؤتمر الصحفي اللي جاي على طول على الماتش قال إن منشستر سيتي يقدر يرجع في أي وقت وإن ده واحد من أهم المدربين في العالم المدربين اللي بيخترعوا يعني في الكورة هو أول واحد عمل فكرة الأظهرة اللي بتخش للعمق هو أول واحد خلى السنتر باك يلعب في نص الملعب فممكن يفاجئنا يوم الحد بفكرة جديدة أو بطريقة جديدة تساعد في خروج منشستر سيتي من الأزمة إن هم حيخرجوا حيخرجوا على العكس من كده هو كمان جوارديول أتكلم قال إن الماتش صعب وتسأل إن ليفربول حالياً هو أفضل فريق في أوروبا قال لهم يعني إحنا كنا في وقت من الأوقات بيتقال لنا إحنا أفضل فريق في أوروبا لكن ما كناش بنهتم بداه لإن ليفربول بقاله سنين من أفضل الفرق في أوروبا وإن المستوى العالي ده